تحت الأرض أو فوقها للسوريين باع طويل مع الموت عرفه الصغير قبل الكبير وشيعه الجمع الغفير وقد زلزلت الأرض بفعل فاعل فيما مضى أما اليوم فقد حدثت أخبارها بهزة أرضية تقاس برختر فوق السبع درجات ضربت تركيا فاجعة لكنها ضربت سوريا أكثر من ذلك في الموت أيضا قد يصبح التمايز أمرا حاصلا في لعبة الفوارق وما أكثرها بين أنقرة ودمشق إذ يتحدث لكم غازي انتاب تتحدث إدلب وقراها عن لعنة زلزال فوق ركام حصار فوق برد وخيام وجوع وكيف تنتهي الحياة في لحظة كيف يصبح الدمار شاشة العالم أجمع سؤال قد يجيب عليه طفل خرج لتوه من تحت الركام يضحك فيعلن انتصار الحياة على قصوة الظروف وفي سوريا أيضا لم تمتشام في عز شبابها تحت وقع الصواريخ كذلك هي من تحت الأنقاض تريد الحياة وتريد أن تقول لكم رب ضرة نافعة أي لأجل سوريا مدوا يد العون واقتربوا بعد أن طفحت الحصارة علقما في الصدور أما الأطفال هنا فهم كبار يتقنون الموت نهج حياة وبكل بساطة يرونه أمرا هينا اعتدوه فيما مضى وجع يلامس من تجرع الشتات والنزوح والحروب كأنه يلامس وجع العراقي والفلسطيني واليمني وحدث لا حرج عن زلازل عاشها ومات بفعلها شعب يعيش في مدن الملح من فرط البكاء على كثرة الويلات